يواجه الممر المائي للسراتيجي المتمثل بالبحر الأحمر تهديدات متكررة أبرزها تنامي تركيز إيران عبر الحوثيين لإقلاق هذا الممر المائي الذي دخل بفعل الحرب ملعب السياسة وتحول إلى ورقة ضغط للمناورة بأهداف مشبوهة وتنفيذ السياسات وهو الأمر الذي دفع بالدول المطلة على البحر الأحمر للتصديق على ميثاق إنشاء مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن كما شهد البحر الأحمر في مايو الماضي إطلاق تدريبات مختلطة تسمى الموجة الحمرة قبلة سواحل البحر الأحمر السعودية في جدة وشاركت السعودية والأردن ومصر والسودان وجبوتي واليمن وكذا مراقبنا من الصومال هدفت التدريبات إلى تعزيز التعاون العسكري بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن لتوحيد العمليات البحرية وتبادل الخبرات القتالية والزيادة الجاهزية القتالية بهدف تحقيق الأمن البحري وحرية الملاحة في البحر الأحمر بعد تنامي تهديدات الحوثيين عبر إيران تطرقنا للمخاطر المحبقة بأمن وسلامة الملاحة الدولية مع زيادة الأنشطة العدائية المدعومة من إيران وأيضا عبر البحر الأحمر وبذيق باب المندب إضافة إلى ما يمكن أن يمثله إنهيار الناقلة صافر من كارثة بيئية ستشمل اليمن ومصر وكافة الدول المطلة على البحر الأحمر تأكيد يمني بأن سلامة البحر الأحمر مسؤولية عربية مشتركة تم تأكيد عليها في زيارة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليم إلى جمهورية مصر العربية ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أكد من جانبه تضافر الجهود لحماية البحر الأحمر تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل المشترك لحماية أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر ومديق باب المندب والخليج العربي وارتباط تلك المسألة الحيوية بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وفي إطار الاهتمام العربي المشترك بأمن وسلامة البحر الأحمر المملكة العربية السعودية تبرعت للأمم المتحدة بمبلغ عجرة ملايين دولار لإنقاذ السفينة العائمة الصافر والذي تنمى خطرها يوما بعد آخر في ظل استغلال من الحوثيين للكارثة البيئية في سياق التكسب السياسي اشتركوا في القناة